أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن قطاع النفط والغاز في من القطاعات ذات الأولوية التي تحظى باهتمام كبير لتنميته وتعزيز مخرجاته لما يسهم فيه من رفض للمسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة السيد كلاودو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إني الإيطالية حيث أشار سموه إلى أهمية البناء على ما تحقق لقطاع النفط والغاز نحو مزيد من المبادرات والخطط لترسيخ الاقتصاد النفطي الذكي مشيدا بالدور الذي يتولاه سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في تحفيز مختلف أوجه نمو القطاع النفطي وتطويره بما يعزز من إسهامات القطاع في الاقتصاد الوطني مؤكدا نأسموه على أهمية تحقيق استدامة قطاع النفط والغاز عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يخلق آثاقا أرحب من الفرص النوعية التي تدعم عجلة النمو الاقتصادي نحو بلوغ أهدافها المنشودة وخلال اللقاء جرت مناقشة آخر المستجدات في مجال النفط والغاز على الصعيدين الإقليمي والدولي